المسيح قام حقا قام يا اخو اليوم الاحد الاول بعد الفصح المعروف بالاحد الجديد او احد الرسول توما يالي نتذكر في حادثة ظهور رب يسوع المسيح لتلميزه لما كانوا مجتمعين والابواب مغلقة خوفا من اليهود ما هيك وما بيكون توما معن وتوما بيعطي هالشرط انه اذا ما لمست جراح المسيح وحطيت ايدي بجنبه وشفت ياللي انتو شفتوه انا ما رح امن وبعد ثمانة ايام بيكونوا مجتمعين مرة تانية والرب بيظهر لهم وبيعطي امنيتو لتوما وساعتها توما بيلمس وبيامن وبيعمل هالاعتراف الايماني العظيم ربي وإلهي وبديدو اليوم على نقطتين بهالعيد او بهالمقطع الانجيلي اولا انه قيامة رب يسوع المسيح هي وكأنه تكوين تاني اعادة خلق اعادة جبلة للانسان بنشوف رب يسوع المسيح ما هيك بينفخ على تلميزه وبيقله نخذوا الروح القدس هاي عملية ما هيك النفخ فيهم لما ينفخ عليهم بتذكرنا بالتكوين لما الله ما هيك جبل ادم ونفخ في حياة نفسه يلي نفخ بادم حياة اول مرة عم ينفخ بالخليقة كلها ما هيك من خلال تلميز حياة تانية بقيامة رب يسوع المسيح انت باللحظة اللي بتآمن انه رب يسوع المسيح قامة من بين الاموات بتكون عم تخلق من جديد بيقول القديس يوستينوس بوبوفيتش بيقول القيامة هي امنا التانية بيقول امنا الاولى بتجيبنا على الحياة مظبوطة بتولدنا بس كأنه هي عم بتجيبنا على الموت لأنهم شأنها ما بينا باللحظة اللي منولد فيها اي انسان اي طفل اي طفلة بيبلش العد العكسي لموتنا شأنها ما بينا يمكن نعيش مئة سنة ما بعرف بس العد العكسي بيبلش باللحظة للموت باللحظة اللي منولد فيها بس اذا منقامن بقيامة المسيح انت تولد مرة اخرى من اجل حياة ابدية مش ان هيك قيامة المسيح هي امنا التانية وهي اعادة خلقنا وهي ميلادنا الثاني طبعا ايماننا بقيامة المسيح بيصير ميلادنا الثاني ما بس القيامة هيك ايماننا فيها وهيدا بيقودني للنقطة التانية يلي هي الايمان والسؤال انه نحنا كمسيحيين شو من امن اصلا شو هو ايماننا بشو من امن اذا مننبش نحنا على صلب او جذر ايماننا بماذا نؤمن منلاقي انه نحنا نؤمن بقيامة ارب يسوع المسيح الحقيقة يعني هل فعل انه هل فعلا يسوع المسيح بعد ما مات قام من الموت ولا هيدا موضوع كذبة او تقليف او الى اخره الجواب على هالسؤال بيحدد انه هل كل ايماننا هو كذبة او حقيقة هلا لما تنبشوا تشوفوا كيف الناس بتعرف الايمان البعض بيعرف الايمان على انه انك تصدق شيء منك شايفه اخرين بيقولوا ان الايمان هو انك تصدق شيء منك شايفه بس بتحس فيه ما هيكي ما فيك تلمسه بس بتشعر فيه لان كمسيحيين الايمان هو هو ثقة هو معرفة انك ام تأمن لشخص انك تعرفه وتوسق فيه ومشان هيكي ايماننا مبني على هيدا المعرفة هاي الخبرة مع الله ما هيكي بنعرفه بالخبرة الرسل وتومة ما هيكي لمسوا المسيح وشافوه بس رب بقلنا ما هيكي طوبة للذين لم يروا وآمنوا وبشكل من الاشكال هيدا نحنا ما هيكي لم نروا ونحاول ان نؤمن بس كمان بشكل اخر من منظار اخر نحنا عم نشوف وعم نشحر ما هيكي والجواء والسؤال بيبقى هل عم نؤمن او لا نحنا نؤمن بناءا على خبرة وشهادة هيدول التلاميذ وعلى شهادة التلاميذون والجيل اللي بعضون وإلى اخره حتى نوصل بناءا على شهادتنا وخبرتنا نحنا كمان معهم هل إذا بدنا نحكي بهالطريقة هل هل تلاميذ المعترين لضعاف ما هيكي بشريا يلي كانوا خيفانين وقاعدين بهالغرفة ومقفلين على حالهم خيفانين من اليهود شو صار انه فجأة كانوا خيفانين وباللحظة صاروا مستعدين يتركوا حياتهم ويروحوا على اقاصي العالم ويبشروا ويكرسوا حياتهم للمسيح ويموتوا كرماله شو صار يعني حتى هالتحول اللي صار انه شافوه قائم من بين الاموات ما هيكي شافوه هن كانوا معه قبل ما يموت وبرضه خافوا أين تراح هيدا الخوف ما هيكي طبعا بيحلوله روح القدس بس لما شافوا لمسوا المسيح القائم من بين الاموات ونحن نؤمن بناءا على شهادتهم نعم مظبوط بس ما لازم نغلط ونفكر انه متل ما رب كشف نفسه لقلهم ما عبيكشوف نفسه كمان لقلنا ما هيكي لقلهم ولكل الاجيال اللي بعضهم بما فيهم نحنا بس السؤال هو هل نحن عم نفتح عيوننا لنشوفه لنشوفه عم بيكشوف نفسه لقلنا او مغمضين عيوننا هل نحن عم نفتح ديناينا لنسمعه هو عم بيكشوف نفسه لقلنا هل عم نمد ايدينا ونفتحهن لحتى نلمسه لما يعطينا الفرصة وهل عم نفتح قلوبنا لحتى نستقبله لما يكون عم بيحاول يدخل هي والابواب مغلقة هيدا السؤال ما هيكي بهالزمن يا اخوي نهاية يلي كل الابواب مسكرة فيه وكل واحد لحاله منصلي انه رب يخترق هالابواب المغلقة كانت كنايسنا ولا بيوتنا واهم شي قلوبنا حتى نشوف ونؤمن المسيح قام حقا قام فشو ت благانيف Lil بتغييرة